هجوم بعبوة ناسفة استهدف دورية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في شبام حضرموت التفجير أدى إلى مقتل قائد التحالف أبو نواف وأربعة جنود من مرافقيه اثنان منهما سعوديان وأخران يمنيان بالإضافة إلى العديد من الجرحى في حالات متفاوتة يأتي هذا الهجوم بعد يومين من مداهمة قوة عسكرية لوكر تتحصن فيه عناصر مطلوبة أمنيا يعتقد مراقبون ارتباطها بشبكات التهريب مؤخرا شهدت عمليات الاغتيالات والتفجيرات تصاعدا ملحوظا في مناطق وادي حضرموت التي توجد فيها المنطقة العسكرية الأولى المنطقة التي لطالما كانت محل تحريض من قبل المجلس الانتقالي وبعض الشخصيات الداعمة له وأخرهم نائب رئيس الجمهورية السابق خالد بحاح الحادثة تأتي بالتزامن مع حادثة أخرى استهدفت حافلة نقل وأدت إلى استشهاد عدد من المدنيين في منطقة العبر بحضرموت والمرجح أنها كانت تستهدف رتلا عسكريا تابعا للجيش الوطني وهذا ما يجعل من العمليتين تتخذان موقعهما ضمن سياق أوسع تبدو فيه تهديدات والمجلس الانتقالي بشن جولة جديدة من الحرب ضد القوات الحكومية في المنطقة الشرقية واردة تتكثف عمليات الاغتيالات والعبوات الناسفة في المناطق التي تحاول الإمارات السيطرة عليها هذا واقع خبره اليمنيون منذ أربع سنوات من سيطرة الإمارات على المناطق المحررة جنوب البلاد وهو ما أكده وكيل وزارة الشباب والقيادي الجنوبي شفيع العبد الذي كتب على حسابه في تويتر أن التفجيرات التي تستهدف الجيش في شبوى وحضرموت هي الوجه الآخر للطيران الذي قصف الجيش في أبيان في إشارة واضحة لدور الإمارات في تقويض الأمن في المناطق التي ليست تحت سيطرتها كليا حتى الآن لم تصدر السلطة المحلية في محافظة حضرموت أي توضيحات حول حادثة مقتل قائد التحالف في المحافظة أو حوادث المداهمات والتفجيرات التي تمت خلال الأيام الماضية بشكل أو بآخر فإن عمليات اليوم تشعل النار في حضرموت التي بكيت حتى اللحظة خارج سياقات الحرب وتلقي بمزيد من التساؤلات عن الدور السعودي في اليمن وكيف ستتعامل الرياض مع المستجدات